السلام عليكم والصلاة والسلام على خير الانا مرحبا بكم في وصفات مع ام البانت نتمنى هاد الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال واليوم غادي نشارك معاكم طريقة تحضير البطاطا المشوية على الطريقة التركية وهاد البطاطا هادي اوكلة شعبية عن التواركا وكديرها يعيلة جربتوها البنت غادي تعجبكم وغادي نبدأو على بركتي الله غادي ناخدوا واحدة الكمية ذا البطاطس وكل واحدة غادي تاخد على حسب عدد افراد الاسرة ديالا وغادي نغسلها مزيان ونخليها شوية في الماء باش كيبقاش في هادك التراب وهنايا بعد ما غسلت هاد البطاطا ونشفتها وهنايا كنختار البطاطا اللي تكون شوية الحجم ديالا كبير والكمية كتبقى على حسب عدد الاسرة المتواجدة في البيت هنايا غادي ناخد هاد البطاطا غادي نشوف كاف شوية بالموس غادي نضر عليها كاملة بهاد الموس هيدا باش كدغيها كالطيب هنايا لو بغيتوا تسلقوها نسلق وترجعوها في الفران وإلا عندكم الوقت من الاحسن تشوفها في الفران كتجيزوينا كنشوكو كندرو عليها كاملة كنشوكوها بهاد طريقة وهنايا عندي الورق الفرن وعندي ورق الاليمينيوم غادي نقطع واحد المقدر اللي غا نلف فيه واحد البطاطا غادي نقطع العبار ديالا باش نلويها فيها وهنايا بعد ما قطعتو غادي نحيد هاد البطاطا نحيدو مجانبا ونصر هاد الورق غادي نرشاد البطاطا بالزيت الزيت كتسعدة في الطياب بغيه كالطيب غادي ندهنة كاملة وغادي نلويها في هاد ورق الفرن وغادي نعود لها في ورق الاليمينيوم غادي نزلها في الواسط ونلوي عليها نزيرة من الجوانب باش ضغيها كالطيب وغادي نغلب هاد البطاطات كاملين اللي عندي هنايا هنايا غادي نعود الثانية غادي نقطع الورق اللي غايك فيني باش اللفة فيها غادي نزل في الواسط غادي نرشاد الزيت نفس الطريقة اللي عملنا في الولا غادي ندهنة بهاد الزيت كاملة وغادي نلويها في هاد الورق غادي ندهنة بهاد الزيت كاملة غادي نزيد عليها ورق الاليمينيوم غادي نغلف بيها وغادي نستمر هيدا حتى غادي نكمل هاد الكمية اللي عندي هنايا وهنايا بعد ما غادي نغلفتهم كاملين بورق الاليمينيوم غادي نعملهم في السينية ندخلهم الفران الفران يكون سخون على 180 درجة غادي نخليهم مقدار ساعة ونخرجوهم وهنايا غادي ندوزوا الحشوال اللي غا نعمرو بهاد البطاطا غا نحتاجو هنا البيض مسلوق غا نحتاجو البربة محكوكة الكاشير محكوك والجزر كداليك محكوك الزيتون قطع مايس الجبن الزبدة اللي غا نعملوها في بطاطا وغا نحتاجو الطن ومايونيس وكيتشوب وهدو هما المقادير اللي غا نعمرو به هاد البطاطيس وكيف ما يمكن لكم تزيدو الطماطيم البصل الخيار مخلال الفلافي للخاس الروز يمكن لكم تختلفوا المقادير وهدو هما المقادير اللي غا نحتاجو في هاد الوصفة وهاد البطاطا كدل ديدة ورائعة تمنى تعجبكم جربوها البنات ودابا غادي نشوفوا البطاطا في الفران واشطابت ولا باقي وندوزوا نعمروها معاكم وهي البنات البطاطا بعد ما طابت غادي نفتحها في الوصف وغادي نمع السم زيان بالفرشيطة كنحيدو هاديك اللي في الجوانب كنجيبوها الوصف باش كنزيدو عليها شوية الجبنة والزبدة وهنا يزد معلقة الزبدة صغيرة وشوية الجبن غادي نزيد شوية الملحة الملحة ضروري وهنايا بعد ما ما عزتها ووزت عليها شوية الجبن والزبدة غادي نزيد عليها شوية بربا غادي نزيد الكاشير كنبقى نمشي على البطاطا بها الطريقة الجزر حتى هو محكوك بنفس الطريقة للكاشير والبرباق نزيدو شوية زيتون نقطع ونزيدو البيض مسلوق نيجح المجات المعمرة كجيل ديدة نزيدو مايس وهذا العمرة كنمشيوها على الحبة ضبدة ونزيدو عليها الكيتشوب والمايونيس بس تكون واجبة كاميلة بالنسبة المايونيس نسبق اللي حضرتو معاكم مايونيس منزيلي قد نعملو عليها شوية قد نزيدو الكيتشوب واللي قد عجبو الحار يمكن نزيد حتى الحار وهذه هي البطاطا التوركية بعد ما عمرناها قد جيل ديدة وبخشوة متنوعة اللي قد تعديها واحد الماداك رائع غادي نجيبو واحدة اخرى غادي نعودو الطريقة معاكم كنفتحوها في الوسط وكنجي معي هذك الاليمينيو على الجوانب كنزيدو معلقة صغيرة الزبدة كنزيدو واحد شوية للجبن وكنبقو نخلطو في البطاطا البطاطا غست تكون سخونة باش طريقة تساعد نط دوبدك الزبدة وكنبقو نخلطو كنجيبو البطاطيس على الجوانب حتى كنكملو كنخلطو هاد البطاطا كاملة مع هد الجبن والزبدة وكنزيدو واحد شوية دي الملحة وكنخلطو هاد البطاطا في الزبدة والجبن وكنعمروها بنفس الطريقة اللي عمرنا بيها اللولة وهنايا غادي نزيدو الكاشير غادي نزيدو البربا بيقدر معلقة معلقة كبيرة ملحاجة نزيدو الجزر كنفرقوه على البطاطيس باش كيجي متساوي كنزيدو واحد شوية دي الزيتون نقطع وكنزيدو الماييس ونزيدو عليها البيض مسلوق انا عملت هاد المقادير وانتو ما يمكن لكم تختلفوا المقادير كيف قدت لكم في الاول اللي عمروها بالعديد من الحاجات اللي يمكن لكم تعمرو بهاد هاد البطاطا وكنزيدو واحد شوية طون باش كننكها به صافي ونزيدو الكيتشوب وماييونيس بنفس الطريقة اللولى ونزيدو الكيتشوب والماييونيس وهيدا غا نكونو سالينا وصفة اليوم وصفة سهلة وبسيطة نزينوها بسيتون اسود وشوية الخردل وغنقدموها بصحة والراحة وانتمنتنا الاعجاب ديالكم وهنايا وصلنا لهاية الفيديو هادي هي وصفة اليوم تمنت اعجبكم طريقة رائعة وسهلة والمقادير بساط وانتمنتنا الاعجاب ديالكم وتجربوها وما تنساوش اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس امرا وشكرا اشتركوا في القناة